بسم الله والحمد لله والصلاة 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 قبل ما تشوف الفيديو متنساش تدعمنا القناة بتاعتنا يا جماعة بنبزل فيها مجهود جبار جدا واي حد شايف القناة هيلحظ المجهود ده بنقدم المحتوى كله مجالا لوجه الله سبحانه وتعالى عشان ننفع اكبر قادر ممكن من الطلبة حاول توصل الفيديو ده لصحابك تعمل لايك تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وتنشر الفيديو تاخد لينك الفيديو وانشره على الجروبات عندك على تليجرام على واتساب على فيسبوك وانشر القناة لصحابك عايزين يا جماعة نوصل لكل طالب في مصر متوقفش الخير عندك متوقفش الخير عندك وانشر القناة ودعمها انت كده بتدعمنا لما تعمل لايك تعمل تعليق تعمل سبسكرايب تعمل شير للقناة او الفيديو انت كده بتدعمنا بتدعم القناة عشان نقدر نكمل وننفع اكبر قادر ممكن من الطلبة صلى الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة جماعة نشرح مع بعض الفصل الخامس عقبة يتولى القيادة طبعا لحد الفصل الرابع الفصل اللي فات يعني اخذنا دوقتي ان سيدنا عقبة سيدنا عمر بن العاص فتحوا خلاص ايه فتحوا برقة وفتحوا ترابلس ودوقتي خلاص امنوا ايه امنوا يعني يعتبر دولة مصر ودوقتي دخلين على ايه دخيل على تونس او افريقية بيقولك هنا في فصل الخامس اصدر عمر بن العاص امرا بتكليف عقبة بن نافع جيبلك فزان دي اللي هي ايه بيقولك تحت فزان مجموعة الواحات الكبرى الواقعة في صحراء افريقيا الوسطى هنا مجموعة من الصحراء جماعة جمعة وحات موجودة في الصحراء ليه في افريقيا ايه في افريقيا الوسطى يعني في نص قارد افريقيا كده وكان هذا اول عمل قيادية تولاه عقبة مهم جدا نقطة دي يا جماعة يعني ده اول عمل قيادية تولاه عقبة دلوقتي عقبة بن نافع بقى قائد لأول مرة في حياته اذ انه برغم براعته في القتال ومهرته في الحرب وشجعته ظل جنديا عاديا في صفو المجاهدين انه كل حياته كان ايه كان جندي عادي دلوقتي هيبدأ يبقى ايه يا جماعة هيبدأ يبقى القائد انطلق عقبة لأفزان يصهل جواده في مقدمة الجيش يصهل عارفين صوت الصهيل بتالحصان هو ده الصوت تالحصان وقال مع وسيفه تحت اشعة الضحى وينبعث من قلبه نور يضيء له طريق النصر وعندما أصبعت فزان منه على مربى البصر ايه اللي حصل بقى ألقى في الجنود كلمة مشرقة بنور العقيدة والإيمان حسهم فيها على قتال أعداء الله فمن أسلم منهم نجا يعني بيحمس الجنود بتاعهم الجنود بتوع بيقولهم يا جماعة اللي يسلم منهم يعني واحد فيهم داخل في الإسلام خلاص ده معانا ومن ظل على وسنيته لو واحد فيهم عايز يفضل على الدين بتاعه فعليها يدفع ضريبة الدفاع يعني الكلام ده زي ما المسلمين بيدفعوا زكاة برضو جماعة غير المسلم بيدفع حاجة زي الزكاة كياسمها ضريبة لو ضريبة الدفاع بتاعته يعني ليه الكلام ده ليحيا حياة يأمن فيها نفسه وأهله وماله ويمارس طقوسه الدينية بحرية واطمئنان في ظل سماحة الإسلام طبعا النقطة دي جماعة بتبين لنا قد إيه المسلمين عندهم سماحة واللي هي عدالة فدي نقطة مهمة جدا وإحنا خدنا في مقدمة القصة إن من أهداف القصة أصل نتبين لك أهمية سماحة الإسلام وعدالة الإسلام طبعا في مواقف دي في القصة بتدل على الموضوع ده المهم كانت القبائل منشقة على نسيها بعضها يرى مدافعة المسلمين يعني فيه قبائل قالت إيه خلاص إحنا هنهاجم المسلمين هندفع المسلمين هندفع المسلمين يعني هنقاتلهم حتى لا يجرح كبرياء يعني فيه ناس يعني فيه قبائل عندها الأنا عالية شوية اللي هو يعني شايفين نفسهم قوي فقال لازم نقتل المسلمين والبعض الآخر يرى التقديم الطاع المسلمين فيه ناس تانيين قالوا لا إحنا نطيع المسلمين وخلاص عشان نخلص من حكم البيزنطي المستبد وهو برضو الحكم البيزنطي ده ناس مستبدة والمسلمين ناس رحيمة فقالوا طبعا نختار الرحمة أحسن ونرتاح وحبا في العدال التي تصفى المسلمون وينشرونها في أرجاء الأرض وبرغم انقسام القبائل في الرأي فإنها لم تستسلم ودارت معارك عنيفة بين البربري والمسلمين برضو البرابرة بحرب المسلمين مع أن فيه بيزنطيين يعني فيه ناس ظلم محتلينهم لكن برضو عايزين يحرب المسلمين أظهر فيها عقبة من البسالة البسالة هو القوة يعني والشجعة والجرأة والإقدام ما يجعل البربرة يرهبون صولتها يعني خايفين منه ويفررون أمامه يهربوا منه ويرفعون راية التسليم ويدفعون ضريبة الدفاع وهي 300 بعير بيدفع 300 بعير دي الضريبة اللي بيدفعها سين عقبة من النفع أرسل عقبة إلى عمر يبلغه نبأ انتصاره قال له الحمد لله كسبت في فزان دي يعني كسبت الحمد لله فاغطبط أيام اغطباط يعني فرح فرحا شديدا ليه لأنه كان يخشى أن تفشل هذه الحملة وكان خايف تفشل الحملة دي فيقضي البربر والروم على المسلمين من داخل الصحراء ساعتها ينتهز خصومه عمر هذه الفرصة فينددون بسياسته يعني الكلام ده يعني هو كان خايف جدا سين عمر أن عقبة من النفع يفشل لو عقبة فشل في الحرب دي ساعتها الناس هيكلوا وشه بالبلد هيقولوا آه هو بعد عقبة عشان ده قريبه بس وخلاص بالدليل أنه فشل هو في الحرب فهو كان خايف جدا من النقطة دي لكن الحمد لله هو كسب فكده هو أثبت إفشنسي بتاعته الكفاءة الكفاءة بتاعته وبكده يا جماعة جبل لها صورة بعدها بيقول لك برغم من قسام القبائل فإنه تستسلم ودارة معارك عنيفة بين البربر والمسلمين إلا أن عقبة مهد بهذا النص لعمر أن يسند إليه القيادة في حماية أخطر يعني ده يعني دوقتي عقبة بقى قوي جدا وسيدنا عمر اتأكد من ده دوقتي هيبعثه لحاجات أكبر في نفس الوقت الذي أرسل فيه عمر عقبة لفتح فزان أرسل بسر ابن أرطاء لفتح ودان بسر ابن أرطاء ده جايب لك تحت اسمه وقال لك بسر ابن أرطاء ولدك قبل النبيب سنتين وكان أحد الذين بعثانه مع عمر بن الخطاب ليعاون عمر ابن العص إني الكلام ده يا جماعة سيدنا عمر بن الخطاب بعت الشخص ده اللي هو بسر ابن أرطاء عشان يساعد سيدنا سيدنا عمر بن العص فتح مصر فدلوقتي يقولك في نفس الوقت اللي سيدنا عمر بعت فيه سيدنا عقبة عشان يفتح فزان أرسل بسر ابن أرطاء لفتح ايه الفتح ودان ودان دي برضو منطقة تانية هناك وأكد بسر بدور هي النوجة ديره من القيالة يعني الحمد لله الوقت عقبة نجح في المهمة بتاعته وبسر ده برضو لو سيدنا عمر بعته نجح برضو في المهمة ايه في المهمة بتاعته وكسب غنايم كتير جدا في الحرب طبعا مغانم الحرب الغنايم يعني لو لقوا فلوس مع الجنود دول دروع خيول أكل دي كلها مغانم ولو انتقف فتحات عمرة عند هذا الحد وإنما أرسل جيشا الى صبراطة كل ده يا جماعة في شمال أفريقي ففتحها ففتحها ثم فتح مدينة شاروس بجبل نفوسة بعد اشتباكات دامية يبقى دوقتي يا جماعة فتح حاجات كتير جدا فتح صبراطة بعدها مدينة شاروس بجبل نفوسة كل المناطق دي يا جماعة بنتكلم على أفريقي شمال أفريقي في الصحراء الموجودة هناك وجد عمر الفرصة سانحة أمامه يعني الفرصة مواتية الفرصة حلوة قوي دوقتي لفتح جميع المدائن حتى أفريقية يعني أقل يا جماعة لازم نخش على بقية المدن في شمال أفريقي حتى أفريقية نفسها لا هي تونس ولكنه بحاجة إلى مدد من الجيوش المدربة دوقتي محتاجين جيش أقوى بكتير عشان عدد الروم والبربر في هذه الأماكن يعدوا بمئات الألاف أعداد ضخمة جدا بعث عمر الخليفة عمر الخطاب سيدنا عمر دوقتي بعت للخليفة لو سيدنا عمر وقال له يعني بس تأذنك تبعت لي تبعت لي جيش سيدنا سيدنا عمر الخطاب إيه اللي حصل سيدنا عمر موافقش لم يكن من رأيه عمر التوغل في أفريقيا التوغل هو يعني الدخول سيدنا عمر قال ما ينفعش ندخل دلوقتي قوي كده وإنما كان نرأيه الانتظار بدع سنوات نستنى شوية سنوات كده حتى يزيد عدد الجيش الإسلام عشان عدد الجيش يزيد شوية سيدنا عمر سيدنا عمر يستطيع أن يقهر هذه القبائل المنتشرة في مساحات واسعة رد الخليفة على عمر بالرفض وعدم الموافق سيدنا عمر دلوقتي قال سيدنا عمر لا إحنا نستنى شوية لحد ما جيشنا يزيد وساعتها نقدر إيه نقدر ننتشر في الصحراء ونكمل بقيت الفتوحات وبكده جانكم خلصنا الفصل الفصل الخامس بإذن نافحة حلقة جاءة نكمل الفصل السادس ما تنساش تابع معنا التدريبات اللي بنزلها على القناة سبحانك كان هم ومحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته